انطلق معرض تنمية الأسرة المصرية تحت أضواء مهرجان العالمين الجديدة على مساحة 500 متر مربع في أرض المعارض بمدينة العالمين الجديدة ليبرز براعة الأنامل المصرية في فنون الحرف اليدوية وتتألق الفعاليات بعروض حية لصناعة الخزف والأرابيسك وتدريبات حرفية للأطفال والكبار ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس كمنصة لدعم الإبداع المصري في الحرف اليدوية هي أنامل مصرية تبدع في صنع المنتجات اليدوية المختلفة والتي يروج لها معرض تنمية الأسرة المصرية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف التسويق للمنتجات الحرفية المعرض هي من ناحية البرتشن نفسه الخدمات المقدمة لي احنا اي حاجة نعوذها متوفرة فكرة انه هو بقى في العالمين دي حاجة حدش كان يعني اتخيلها انه هو يبقى متواجد جوه العالمين في العز السيزن شغلي خيامية كله هانديميت والشغل ده جاي من السعيد كله ستات وبنات في السعيد الورش بتاعت كلها في المانيا الخيامية دي عبارة عن اقمشة برسم القومشة الاول وبعد كده باشتغالها بالقومش فوق بعضيه كله طراز سناوي من اول الشلات والعبيات والجاكت التطريز السناوي وكمان فيه شغل خرص برضو كان من ضمن التدريبات اللي اتدربنا فيها في المجلس القومة للمرأة المنتجات بتاعتنا بتتم من خلال سيدات مصريات وسوريات بنحاول ان احنا نعمل لها شكل مختلف من احنا نعمل لها اضافات جديدة زي اضافة الخيود واضافة قطع النحاس المفرغة انا بشتغل مفروشات باتش وورك والباتش وورك هو تركيب قطعة مترزة على قطعة سيدة فبنتج مفارش بنتج ملايات بنتج فوت بنتج ملابس على مساحة الفين متر مربع يقام معرض تنمية الاسرة المصرية بارض المعارض بمدينة العالمين الجديدة وذلك بمشاركة ست وسبعين من العارضات التي يقدمن منتجات من الخزف والمفروشات والاكسسوارات المختلفة بالاضافة لوجود بعض المبادرات الخاصة بتعليم وتدريب وتمكين الفتيات فضلا عن مشاركة بعض الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعية لتقديم خدماتهم المختلفة بالمعرض عندنا ورش عمل الاسعافات الاولية ورش التدريب على الاسعافات الاولية واساسيات دعم الحياة عندنا زي ما حضرتك شايف ورش مران نامج صحة وسلامة المعني بتقديم انشطة تعليمية وتدريبية للاطفال برضو على الاسعافات الاولية الجزء المخصص للاطفال وكمان خطط التعامل أثناء التوارئ برضو للاطفال بشكل تعليمي طرفيه بسيط يقام على هامش المعرض بعض العروض الحية لصناعة الخزف والأرابسك بالإضافة لعروض حية للكبار والاطفال لتعليمهم مجموعة من الحرف ويستمر المعرض حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وسط دعم كبير يقدم للعارضات من إدارة مهرجان العالمين الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري